بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة نباتات الخضر أهلا وسهلا بحضراتكم والنهاردة بإذن الله تعالى بنتكلم عن مرض العفن الهبابي في الطماطم طبعا العفن الهبابي معروف أنه يصيب المنجا ويصيب العنب ويصيب كمان الخضر وأكتر الخضر اللي بتصبي الطماطم والفلفل وخاصة يعني الفلفل دايما اللي هو الألوان يعني اللي هو بيقعد فترة كبيرة يعني مش قصد الفلفل الألوان بس لأن الفلفل الألوان بيقعد فترة كبيرة ففي آخر عمره بتلاقي ممكن نهمله شوية فبتلاقي العفن الهبابي ابتدى يصيبه العفن الهبابي دا جماعة من أسهل الأمراض ومن أخطر الأمراض اللي هي ممكن يتعرض لها الطماطم أو الخضر عموما يعني وخصوصا الطماطم والفلفل على رأس القائمة يعني تمام المشكلة في العفن الهبابي باختصار شديد أن هو بييجي على الورقة وبيعمل طبقة وبيعمل طبقة الطبقة دا هي بتعيق عملية التنفس وبتعيق عملية البناء الضوئي وبتعيق عملية أي عملية حيوية بتتم عن طريق الورقة فالعفن الهبابي دا وتنتجة الورقة الكبيرة اللي أنت بتشوفها ديه بيعمل إعاقة لأن الورقة تقوم بالوظيفة بتاعتها على أكمل وأتم مواجهة وقبل كده قلنا أن الورقة هي مصنع الغذاء فطالما توقف المصنع دهوت إذن فأصبح فيه مشاكل في الثمار والأزهار وخلافه كمان العفن الهبابي مش بييجي كمان على الأوراق فقط ولكن كمان بيصيب السقان والأزهار وبيخيم على كل شجرة الطماطم زي ما حضرتك شايف بالمنظر اللي أنت شايفه دهوت واللي بنمسكه بإيدنا دهوت يعني الطبقة دي تجت منين بقى جماعة هركز معي الطبقة دي تجت منين اللي أنت شايفها دي الطبقة دي تجت نتيجة بعض الحشرات زي المن والزبابة البيضة ابتدت تكتر وبالتعداد كبير تمام وصعب على المزارع أنه وهي سيطر عليها تمام فبالتالي أن هي بتتطفل على عصارة النبات وبتمتص من عصارة النبات وبتبدأ تعمل لنا ما يسمى بالندوة العسلية تمام المن بالذات يعني تمام بتعمل لنا الندوة العسلية دهيت أو بتسيب سكريات على الورقة بمجرد وجود السكريات بتبدأ بعض الفطريات تتطفل وتترمم على السكريات دهية تمام فلما الفطريات بتترمم وبتقف على السكريات دهية بتبدأ تتغذى عليها فبتتكاسر الفطريات فأصبح عندك بقى البراز بتاع الزبابة البيضة مع المن تمام والندوة العسلية اللي هي أخرجوها وعليها الفطريات ابتدت تنسج البيوت بتعيتها عليها تمام فابتدت تعمل لك الطبقة دهية تمام إذن نقدر نقول أن أنا من الأول خالص أساسا يا جماعة لو أنا من الأول خالص يعني قدرت أن أنا سيطر على السقيبة المصة وعلى رأسها الزبابة البيضة والمن إذن أنا أصبح عندي القصة دهية مش هلاقيها إطلاقا تمام في البيوت المحمية برضو لو أنا حضرتك قدرت برضو أسيطر على التهوية هتقول لي التهوية ليه أنا جات عندي العفن الهبابة ده جاء عندي في الفلفل الألوان في سنة 2007 تمام فكان دايما دايما الخطين اللي هما جنب البلاستيك هما اللي فيهم المشاكل كلية ليه لأنه هما اللي كانوا بعيدة عن طيار الهوى وهم اللي بتكتر فيهم الرطوبة والزبابة البيضة والمن بيحبوا الرطوبة وبحبوا النبات الغض اللي هو لسه حديث تمام إذن فالتهوية هتعمل لي حاجات كتيرة معه يعني هتحاول يعني تطلعني من مشكلة العفن الهبابي ده هو تمام طيب إذا جباء العفن الهبابي نتيجة إن حضرتك أهملت الرش وابتدت تعداد إن كان بتاع الزبابة البيضة على رأس القائمة والعنكبوت وأسف المن وخلافه ابتدى التعداد يزيد ويخرج عن نطاق السيطرة إذن فأنت أصبح عندك يعني مشكلة في الموضوع ده طيب السهولة فين إنك تكافح دول من الأول خالص وما تسمح لهمش إطلاقا بأن هم يزيد التعداد بتاعهم ويعمل لنا مشاكل عشان كده وأنت بتروش دايما الزبابة البيضة أو المن دايما نركز على السطح السفلي للأوراق لأن ده بيبقى النبات من فوق إنت ما بتشوفوش تمام أو لو واحد ببص يعني نظرة عامة كده فما بيشوفش العنكب المن والزبابة البيضة في الورق السفلية أما لو هتحقق كويس هتلاقيهم موجودين وممكن اكتر التكاثر بتاعهم في الورق السفلية من تحت وإنت من تشواخد بالك من القصة دهية عموما المرض دهوت بييجي مع كترة الرطوبة لأن الفطريات ما بتزيدش إلا برضو على الرطوبة والزبابة البيضة والمن مش عارف ما علاقة معي قصة العنكبوت والمن برضو بيحب الرطوبة إذن جوه الرطب مناسب للزبابة مناسب للمن مناسب للفطريات كمان إن هي تترمم على السكريات والبراز بتاع السقبة المصطة دهية تمام طيب إيه العلاج بقى لو جاني لو جالك العلاج يبقى إنت عندك أول حاجة إن عندك هيشترك فيها العلاج عن طريق الحشري والعلاج عن طريق الفطري وإنك تخسل الطبقة دهية تمام وإنك تخسل الطبقة اللي هي متكونة دهية فهتطلع إنت دلوقتي أول حاجة لازم تخلص عليها الزبابة البيضة والمن دول لو موجودين السقبة المصة عموما هتجيب مبيد محترم وهتبدأ ترشه وتغسل غسيل في الرش بتاعك لو تخلصت من الحشرات النهاردة تمام أصبحت عندك الأمور كويسة كويسة إزاي لإن أنت مش هيبقى فيه براز جديد يعني أنت وقفت المنبع اللي هو على أساسه ابتدت الفطريات تشتغل وتعمل لي القصة دي اللي هي قصة العفن الهبابي تاني حاجة هترش الفطريات رشة كويسة جدا تمام بحيث أنك انت تموتها تمام عندك مبدأة فطرية كتير جدا ممكن تستخدمها وأول حاجة تستخدمها دايما لنحاسه ترش بعده حاجة تانية أشد شوي زي الدفين وكنزول وخلافه تمام أو الدفين وكنزول مع زوكسستروبين الاثنين مع بعض وترشهم رش غسيل يعني تمام طيب أنا دلوقتي قضيت على الحشرات وقضيت على الفطريات يبقى حضرتك بقى لازم تغسل الطبقة دهيا تمام هتغسل الطبقة دهيا هتبدأ تغسل الطبقة دية تغسلها بايه بصابون الغسيل أو الصابون البوتاسي تمام اللي هو متواجد في السوق تمام بكذا حاجة فيه البريل وفيه الفيري وفيه حاجات كتير يعني تقدر تشتغل بيها او لو فيه صابون البوتاسي وانحنا بيعني يريد يكون حاجة محترمة ما تعمل لناش مشاكل مع النبات ولما بترش او لو قدرت تكافح على بالتلات حاجات دول انك تمنع الحشري اولا تموته والفطري وتبدأ بقى تغسل ان شاء الله بإذن الله تعالى الامور معاك هتتحسن وهتبقى كويسة وكويسة جدا المرض يعني رغم ان اسهلته ولكنه يا جماعة بيعتبر من الامراض الخطرة جدا اللي ممكن تعمل لك مشاكل ومشاكل كبيرة جدا في النبات بتاعك وخصوصا لما بكون التهوية صعبة والرطوبة عالية وبيجي على رأس القائمة دهية ونشوفه كتير الفلفل وخصوصا فلفل الالوان اللي بيقعد فترة كبيرة في الارض والناس بتهملوا في اخر الموسم والتماطم السلكية وخصوصا المزروعة داخل البيوت المحمية نتيجة الكسافة النباتية العالية والرطوبة العالية بالنسبة للبيوت المحمية خاصة البيوت المحمية اللي هي العادية او اللي غير مكيفة او اللي مفهاش مراوح تبريد بتمنى ان احنا نكون يعني استفدنا من الكلمتين ده همت وان احنا نقدر نكافح العفن البياض العفن الهبابي على الطماطم شكرا لحضراتكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته